السلام عليكم ورحمة الله في حلقة حوارات اليوم ضيفنا الدكتور محمد باسل الطائي أستاذ الفيزياء الكونية في جامعة اليرموك بالأردن مرحبا بك يا دكتور يا أهلا مرحبا أنا اليوم يا دكتور أحس بحيرة وورطة نعم ليه شيء دكتور لأن عنوان الموضوع حتى يشاركنا المشاهدة الآن الورطة ميكانيكا الكم والمبادئ العقلية الضرورية نعم أنا أعزم هذه الفرشة قبل أن ندخل مع أستاذنا هذا الموضوع واسع هذا الموضوع تتداخل فيه العقليات بالطبيعيات بالدين بالعقائد هذا الموضوع متسلسل في تطوره فضغطه وتسهيله ليس سهله يعني ليس سهله خاصة واحد يتسأل دخل أنت واش دخلكم ميكانيكا الكم وبرنامج ومؤسسة ومركز يحتم بعقائد المؤمنين وصراع الإلحاد والإيمان الشك واليقين المفاهيم الكلية التي العقائدية المقارنة يا جماعة المرضوء ما ينفك لا الفلسفة ولا العلم تنفك على الدين صدق دكتور أخي المشاهد ميكانيكا الكم والمبادئ العقلية الضرورية يحتاج مني أشرح شن المبادئ العقلية الضرورية علشان يسهل عليك استيعاب ما يقوله الدكتور في شرح الموضوع وعلاقة ذلك في الإيمان والإلحاد هذا الموضوع على ما يقول قتل مقاتل فيه بين الفيزيائيين وبين الفلاسفة وبين المؤمنين دونه خرط القتال بالضبط كما يقولون شوفوا يا جماعة المبادئ العقلية الضرورية هي أساس كل استدلال عقلي نقوم به أنت متستدل؟ هذا الاستدلال عملية الاستدلال العقلية لابد لها من أساس هذا الأساس هو اللي نسميه الضروريات التي لا ينفك عنها أحد لا صغير ولا كبير لا مؤمن ولا كافر لا غربي ولا عربي لا قديم ولا جديد قصة إنسانية مشترك إنساني بعدين وهي الضروريات هذه هي الحجة والمستنت على صحة كل استدلال نظري لأن هي غير نظرية النظري يعني تبحث وتنظر وتبحث حتى تصل النتيجة هذه ليست نظرية هذه ضرورية مركوزة فيك بذلك سميت ضرورية يعني بدونها لا يمكن أن تتم أي استدلال علمي بل إذا أنكرناها رح ينهار العلم نفسه ورح نبيل لكم الآن كيف طيب إذن شنو مصدرها مصدرها ذاتي الوجود طبعا المدرسة الملحدة الحسيون الفيلسوف الكبير ديفيد هيوم ومن جاء من بعده وتطورته عند الوضعيين المنطقيين وغيرهم تطورت يعني وبعضهم استدل بها لكن له ملحظ آخر بحث فلسفي عميق هؤلاء يقولون هذه المبادئ اللي تسمونها أنتم أيها المؤمنون أيها الفلاسفة أيها الطبيعيون الذين يؤمنون بها هذه ليست ضرورية ليست فطرية ليست تكوينية هذه كسبية جت إما من الحس أو من الخبرة أو من الاستقراء طيب عطنا مثال على المبادئ الضرورية يا أستاذ أشهر مثال مبدأ السبب عدد الدكتور هذا أشهر مثال أشهر مبدأ مبدأ السببية يقوم على أن لكل حادث محدث ولكل حادث سبب لا يمكن دائما مثل يضربونه لو طفل صغير وضرب كف على طول يبحث عن الضارب لا يقول كف نشأ من نفسه لا بد يبحث عن سبب هذا واحد أثنين مبدأ عدم التناقض مبدأ كبير وينطوي على مبدأ الهوية الذاتية وينطوي يعني عدم التناقض يعني النقيضان لا يمكن أن يجتمعان وأن يرتفعان يعني هذا حي أو ميت لا يمكن أن يجتمع الحياة والموت في شخص واحد دكتور ولا يمكن أن يجتمع لا حياة ولا موت في شخص واحد لا يرتفع أن الحياة والموت ولا يجتمع فيه الحياة والموت وبالمناسبة الشيوعيون يا دكتور غلطوا غلطاً لملاحدة المركزية في قضية الخلط بين النقضين والضدين ولقد جل هذا الدكتور البوطي في كتابه نقض أوهام المادية الجدلية يوم ما كان الإلحاد شرقياً مركزياً اليوم صار الإلحاد أشبه إلى أمريكياً أكثر وغربياً الشيء إما موجود إما معدوم لا يمكن أن يكون موجود معدوم في نفس الوقت ولا يمكن أن يكون الشيء لا موجود ولا معدوم في نفس الوقت مبادئ ضرورية أولية الجزء أصغر من الكل لو خذيت المجلدات أكثر من 30 مجلد لويلد يورونت قصة الحضارة اللي صرت فيها حضارة الإنسانية وخذيت جزء من الأجزاء قطعاً الجزء أصغر من الكل لا يمكن لا لطفل ولا لكبير لا لأمي ولا لعالم الكل أكبر من الجزء أن ينكر أن الكل أكبر من الجزء وأن هذا المجلد أصغر من مجموعة المجلدات العجيب يا دكتور حتى نبدأ أن ميكانيكا الكم خلقت جوا من الحوار والتصادم وتناقض الأفكار لأن البعض زعم من الفيزيائيين وحتى بعض الفلاسفة الماديين أنها تلغي المبادئ سواء يعني أنت دكتور فيزيائي مثلا الفيزيائي الأمريكي الملحد وهو من الملاحدة الجدد فيكتور ستنجر ينكر في المبدأ السببية وفي كتابة عن نقض القوانين والضبط الكون صحيح هو في جامعة هواي الرجل وسأبين ما هي المشكلة عنده دكتور هنا نحن ندخل الآن حتى لو ما تكلمنا عن الإيمان والإلحاد نحن نأخذ درس فيزيائي مجاني للمشاهدين وفي آخر أطواره السؤال يا دكتور أولا قبل أن نبحث في الجانب العقائدي ما هو ميكانيكا الكم وكيف تم اكتشافه وإبهاره للعقل الإنساني نعم نعم شكرا دكتور على هذه المقدمة التوضيحية لأنه ضروري يفهمون شنو هي المبادئ العقلية الضرورية الضروري المشاهد يعرف لي قدام عن إيش لنكي نعم فنحن راح نحكي عن مبدأ السببية عن جمع النقيضين إلى آخره وجود الجسم فيه أكثر من مكان تمام ابتداء نقول أنه في نهاية القرن الثامن عشر كان الفيزيائيين يعتقدون أن الفيزيائي وجميع المسائل الأساسية في الفيزيائي قد انتهت لأن كل القوانين يحتاجوها بالميكانيك نيوتن يلبيها قواني نيوتن تكفي وتغطي كل الأمور متعلقة بالضوء والبصريات والطاقة والموجات الكهروماناطيسية يغطيها نظرية ماكس ويل جيمس كلارك ماكس ويل في الكهروماناطيسية تمام كل القضايا اللي تتعلق بالحرارة وانتقال حرارة ثرموديناميك وكذا يغطيها علم الثرموديناميك وميكانيك الإحصائي يسموها البولتزمان يعني النظرية الحركية للغازات هاي الثلاث أعمدة هي تسمى الفيزيائي الكلاسيكية ولم تعد هناك مشاكل كبرى في الفيزيائي أكو كم مشكلة هيتش أنا ويعتقدون حتى أن لورد كالبين وهو الناطق الرسمي بوقتها باسم الفيزيائي يعني شخصية علمية كبيرة نعم آه إلى إنجازات كان يقول أنه لم يبقى لدينا في الفيزيائي مشاكل كبرى إلا تصحيح أرقامنا للمرتبة الخامسة والسالسة مشاكل كبرى ماكو العلم تقريبا خلاص العلم الطبيعي هكذا كانوا يصوروا المفاجأة كانت ميكانيكا مع بداية القرن العشرين وهي وهي الأولى مشكلة الإشعاع والمادة وتفاعل الإشعاع والمادة كانوا يعتبروها صغيرة بس تبين أنها كبيرة إذ أنه تصرف الإشعاع مع المادة يختلف عن ما تقره نظرية ماكو سويد وإنتو قلتوا ماكو سويد وقوانين الإشعاع وقوانين الثرمو دانامك تغطى وتكفي تبين أنه ما بالعكس تماما هناك ظواهر تنطيك نتائج بالمختبر بالتجريب نتائج تختلف عن ما تتوقعه النظرية إذن النظرية أصبحت مشكوك في أمرها ثانيا أنت تحتاج أن تضع بديل لتفسير هذه الظاهرة الطبيعية ظاهرة يسموها ظاهرة إشعاع الجسم الأسود اللي هي شون الجسم الأسود يمتص الإشعاع وكيف يبعث الإشعاع ثانيا ظاهرة التأثير الكهروضوي اللي هي وجده أنه لما يسلطون إشعاع ضوء على سطح معادن تطلع الألكترونات تصرف الألكترونات تطالع على سرعتها يعني سرعتها طاقتها الحركية تختلف تماما عن ما تقره النظرية الكهروماناتيسية نظرية الكهروماناتيسية تقول لك كلما زادت شدة الإشعاع كلما زادت طاقة حركة الألكترونات لا مو هي تجربة تقول لنا غير وهكذا أكو أربع خمس مشاكل ما قدروا يحلوها فاجعتهم جدا هنانا الحقيقة إجا يعني يجب أن نميز شيء أنه الفيزيائيين بالفيزيائي الكلاسيكية يعدهم المادة وهي جسيمات والطاقة وهي أمواج تبعي هنا دكتور مهمة مادة منفصلة عن الأمواج تمام مادة وطاقة المادة جسيمات الجسيمات تتميز بصفتين أنها متحيزة مثل هذا الجسيم القلم أو الكتاب أو الدفتر أي جسم أو أي جسم متحيزة يعني تشغل حيزا في الفعار ثانيا الصفة الثانية ثابتة لا تتغير الموجة شنو ميزاتها أولا أنها غير متحيزة يعني بالحقيقة ممتدة وليست محصورة الموجة ثانيا متغيرة أبدا لا تستقر على أحد هاي الموجة ولذلك فصلوا بين اثنين اللي صار بعيد ظواهر الجديدة اللي اكتشفوها مع بداية القرن العشرين أيوة أن الجسيمات في العالم الذري لاحظ والجزي والنووي وتحت النووي الصغروي وتحت الذري صغروي العالم تتصرف غير شكل مرة تتصرف كجسيم ومرة ومرة كموجة هذا أمر محير هذا كان جديد عليهم جدا حتى أنه اكتشفوا لاحقا أن الجسيمات يصير بها تداخل يعني جسيم يلغي جسيم ثاني وايسا نحتيها ظاهرة التداخل وقعوا في ورطة الفيزيائيين شلون يعني في حيرة شون نفسر الأمر الربع الأول من القرن العشرين على فكرة إلى عام 1924 هم ما يعرفون كيف يفسرون هاي الظواهر اللي تجتمع فيها الصفة الموجية والصفة الجسيمية يعني كان ماكس بلانك موجود أنشتاين موجود نعم ماكس بلانك هو طلع قانون الإشعاع والمادة جديد غير القانون الموجود بالنظرية الكهرومناطسية بس المشكلة أنه هذا القانون ده يقول لنا الإشعاع هو جسيمات كمات كبسولات من الطاقة الأخرى أينشتاين من إجا فسر الظاهرة التأثير الكهرومناطسية كما ينبغي باستخدام طبعا قانون بلانك وجد أنه الظواه أيضا جسيمات لما إجا كومتن فسر الظاهرة أنه شعاع ضوه يضرب ألكترون الألكترون يكتسب زخمة ويكتسب سرعة معناته الفوتون نفسه إلى زخم معناها الزخم صلة جسيمية طيب الفوتون هو إشعاع شين القرير لما إجاوي سلطوا مجموعة من الإلكترونات على شقين هاي يسموها تجربة الشق المزدوج اللي احتار بيها ريتشارد فاينمن فاينمن داخل بيها حتى قال قولته المشهورة من يظن أنه فهل تفهم ميكانيكي الكم فهو لم يفهم صحيح قول مشهورة السبب لأنه تجربة الشق المزدوج تقول لك أنه الفوتون الواحد أو ماذا فوتون الإلكترون المصيبة الإلكترون يعمل تداخل أهداف تطلع تداخل يعني معناه الإلكترون جاي قدامه شقين دي شطر وفوت من الشقين وبعدين يرجع يلتأم فات على أساس أنه جسيم ولا موجة على أساس أنه موجة يعني هذا تصرف موجي لأن أصلا الأمواج تتداخل لأنه هي لا تشغل حيز فهي تتداخل أما تشغل حيز ما تقدر تتداخل هذا حيزك وهذا حيزي شلو أنا نونتنا الداخل ما تصير طيب فلذلك هنا الصرع الكبرى صارت لما أجي واحد فرنسي جاء نظرية قالوا عنها مجنونة كريزي آيديا اللي هو لويس دي برولي قال يا جماعة بالأربعة وعشرين ماكو جسيم ولا أكو موجة بالعالم الذري بتحت الذري أكو طبيعة ثنائية الجسيم موجة والموجة جسيم أحيانا يتصرف كجسيم أحيانا يتصرف كموجة هاي هي الصرعة الجديدة وراها شصار صار لازم ننظر لها يعني لازم نضع نظرية نعم فإجا أروين شرودنجر وضع معادلة للحركة للكمية هاي جديدة اللي يسموها الثنائية الشيء الثنائي الطبيعة اللي لا هو جسيم ولا هو موجة وضع لنا قانون أو نظرية وبدأوا يتبقون النظرية عن نظم الفيزيائية الأكثر غرابة أنه كل ما يحلون مسألة تطلع مضبوطة مثل ما هي في التجربة في العالم الذري والجزيئي تأكدت الثقة بأن هذا التصرف الغريب العجيب مقبول ولازم نعيش مثل ما يقول ويا واقعيا ونظريا نعم لأنه يعني كل شيء دينطيك نتيجة دينطيك نتيجة تطبيقية أما هو منافي لما تتصوره عقليا نعم هو منافي إذن هناك في غرابة في ميكانيكا الكم جدا الغرابة هذه كيف تصف الغرابة أين تأكم من الغرابة والله أنا حتى بسط الفكرة يعني أنت تخيل أنه رحت على عالم كوكب آخر أو عالم آخر وجدت بي نساء ورجال يعني ناس وذكور وأنت جاي منين جاي من كوكب الأرض يعني فأنت متصور كل شيء راح ينطبق مثل ما كان بالأرض يعني ومثلنا يشبهون نعم ذكر وأنثى شفت ابنية حلوة ردت تكمن الضينك نعم نعم اختبتها وذفيت ردت تتزول هناك لا أنت قبل ما تتزوج اكتشفت شغلا غريبة جدا لبنية بس تلمسها تحول الذكر مصيبة دكتور تحول الذكر زين بعد شوية تتحول ترجع بعد شوية تتحول ذكر تخوت من باب هذه الطبيعة المزدوجة المزدوجة حيرت للأجسام الطبيعية الدقيقة الازدواجية هي المشكلة الغرابة هنا بالضبط هايم أول خلاف مع المنطق أول خلاف مع المنطق عندهم أنت شخصت حالة تبين أن ميكانيك في الحقيقة يعطيك أن للجسيم أو للشيء أحوال يعني الذكر مو يضع الذكر والأنثى مو يضع الأنثى هذي أحوال شرودنقر هاي أحوال شرودنقر مخوش ستيتس كوانتم ستيتس فالحقيقة شرودنقر نفسه وضع المعادلة دخلنا في قطة شرودنقر قطة شرودنقر ها هذه التي يعني دائما يضرب بها المثل والاستشهاد وحتى يضعون فيديوهات أنا قلت لك أمس جفنا الفيديو كيف القطة يعني حركتها لكن المثل اللي ضرب شرودنقر بالصندوق اللي تشرحها لنا يا دكتور نعم من المشاهد وعلاقة ذلك في المنطقة بالأساس خلي نرجع شوي نحن نستفيد لما قالوا الموجة جسيم والجسيم موجة أو الطبيعة الثنائية اضطروا يحيزون الموجة حتى يصلون إلى يعني حل وسط الجسيم موجوه هذا اللي سواش رودنقر موجة الجسيم بنفس الوقت حيزوا الموجة يعني شنو حيزوا يعني خلوا الموجة تكون محصورة حتى تطيق إيش تطيق تمثيل صحيح للجسيم بس اش طلع معاهم طلع التحيز ما نقطوي ماكو بميكانيك الكم جسيم نقطة 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 ماكو ليش مبدأ هايزنبرغ مايقبل النقطة أبعادها صفر النقطة هي مكان أبعاده صفر النقطة الرياضية لذلك مفهوم ومنطق الجسيم النقطوي ما عاد ينطبق ليش لأنه لا يمكن أن يكون صفر أبعاد الجسيم إذن إيش وصفوه؟ بالكلاسيك يصير وصفوه بما يسمى حزمة أو رزمة الأمواج ويف باكت هنا أنا ويف باكت ويف باكت أنا دعا حاول بالمناسبة البسط والله سامحني أبسط بس ما أقدر أتخلى عن الدقة صحيح ما أقدر أتخلى عن الدقة العلمية لازم أنطي المستمع المنطق دقيق جدا التحدي لك التحدي لك يا دكتور أنك تبسط العميق بلغة اجتماعية سهلة لما أرادوا أن يوصفوا الجسيم بالصفات الموجية أو ينعتهم بصفات موجية أخوة 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 وجدوا أن الرياضيات تقول لهم لكل جسيم أحوال مختلفة لأنه مجموعة من هذه الأحوال هو ليس حال واحد راح تقول لي بالميكانيك الكلاسيكي كنا نفهمها أنه حال واحد أقول لك لا مثل ما قلنا المرة السابقة هذا القلم أزرق وهو على هذه الحال دائما يشوف هذا هذا جسيم كلاسيكي بالمناسبة بس هو لما يصير جسيم كمومي تقول تظهر لك الأحوال المتعددة عليه عليه اللي هي أخضر وأصفر وأزرق في عالم الجسيمات الذرية لما يكون في عالم الجسيمات الذرية لو هذا إلكترون بالتالي هنا طلعت مشاكل كيف مشاكل سألتني على قطة شرودينجر من المشاكل الكبرى شرودينجر بالمناسبة عالم فيزيائي كبير عالم فيزيائي كبير وهو من أوائل اللي اشتغلوا بميكانيك الكامب اجي زيارة نيلزبور بالستة وعشرين ورما وضع المعادلة ورما عرفوا أن الجسيم هو مجموعة أحوال وليس حال واحدة وأن هذه الأحوال لها احتماليات يتمظهر أو تتمظهر بموجب الاحتماليات وهذا ما يقدر يسويه بميكانيك الكامب هذا اللي يقدر عليه يقول لك كم هي الأحوال ممكن تكون حالين مثل الألكترون البرم مع الألكترون أو الغزل ممكن يكون للأعلى ممكن يكون الأسفل ممكن هي شي دا يغزل وممكن يكون هي شي دا يغزل بس ها حالتين بس أكو نظم فيزيائية بيها مليون حالة ألف حالة خمسمائة حالة هاي كلها موجودة هذا أزرق بس هو بنفس الوقت بيه احتمالي يصير أخضر أسألوف لك مرة عن نكتة كنت ببغداد دائمشي بالسيارة صديق يعني مستضيفني فبالليل ساعة 12 بالليل إشارة ضوئية ضرب الإشارة الضوئية قلت لك فلان إشارة ما كان كل حال إشارة حمرة قال لا بيها خضار على ميكانيكا بيها خضار دا يمشي على ميكانيكا كونتوم نعم نعم فهنانا شرودنجر بالمناسبة من ضمن نتائج نظريتي شرودنجر أن الألكترون بالذرة يقفز من مستوى إلى آخر هو لا يمر بين المستويين تبهي هنا بكرتني طفرة النظام أبد هي طفرة النظام عنده المعتزلة هي طفرة النظام بالمناسبة حجة عنها ماكس يامر صاحب كتاب The Philosophy of Quantum Mechanics عجيب وقال أن إبراهيم النظام المتكلم إبراهيم النظام كان أول من قال بالطبرة أي والله موجودة صفحة 159 من كتاب The Philosophy of Quantum Mechanics وهذا ألماني الرجل فيلسوف وفيزيائي ألماني وأين القطة مثلا ها ساجيك على القطة بس صبرك علي شرودنجر نفسه رفض أكو كوائي ناس ما تعرف شنو المشكلة حقيقية مع القطة شرودنجر حقيقية شرودنجر نفسه قال للبور وهيزنبر ورا خمسة يام من النقاش والحوار يريدون يقنعو أن الطفرة الكمومية حقيقة يعني انتقال الجسم من النقطة أليف إلى النقطة باء دين المرور ما كان بينهما صحيح محير يقول آخر يوم شرودنجر مكتوبة أيضا كتاب يمر يقول وقف وقال إذا كانت هذه المصيبة ما الانتقال الجسم من أليف إلى باء دون المرور بالمسافة بينهما صحيحة وراح تثبت صحيحة والله أنا راح أندم إنه اسمي ارتبط بميكانيك الكامب بينما هو أخذ أضخم واحد وأهم واحد بتاريخ ميكانيك الكامب لأن وضع معادلة شرودنجر معادلة مالتا تحر كل المسائل ماللقوان يقول سأندم زعال ما يقبل منطق منطق عقلي عليها حتى يزدري من ميكانيك الكامب سوى قطة شرودنجر هذا اللي نقول أنه وضعها لازدراع وليس لل بالله هو سينيكل يسخر منها قال إذا جبنا قطة خليناها في صندوق أيوة ميكانيك الكامب اعتمالي صحيح خليناها في صندوق وخلينا يمهى قنينة بها غاز سام قاتل ما بي يعني قاتل أكيد وفوق القنينة خلينا شاكوش والشاكوش ربطناها ب آلية كهربائية وخلينا هالآلية الكهربائية تعمل تريقر تحرك للشاكوش إذا انطلقت كمية من الإشعاع ليش هاللفة هذي لأنه الإشعاع الجسيمات الإشعاعية من تنطلق جسيمات إشعاع نووي احتمالي جوازي ما حد يقدر يقول لك يمتع راح تنطلق الإشعاع يقدر يقول لك خلال ساعة راح تنطلق مثلا خمس جسيمات أو حشرة خلال ساعة يمتع بالضبط تنطلق بالضبط ما حد يقدر يقول لك يمتع بالضبط أبدا وفي قطة داخل الصندوق القطة المسكينة هاتها هذا مغطي الصندوق خلال خلينا نقول خلال نصب ساعة أكو احتمال أكيد تنطلق جسيمة من جسيمات النووية تشغل الآلية الكهربائية الشاكوت شوقا الزجاجة يكسرها يطلع الغاز السام تموت هذا إذا انطلق إذا ما انطلق يعني احنا ما ندري الآن القطة الآن قبل النص ساعة خلال أول عشر دقائق القطة ميتة لو حي ما ندري ما ندري يام تندري لما نفتح الصندوق إذن هي أثناء الصندوق أثناء الصندوق مغرق ما نعرف بس هو يقول حية وميتة في نفس الوقت بالضبط نظريا بما أنه القطة لها حالين إما حية أو ميتة نظريا حالها التي توصف بها بساي أو دالة الموجة أو حالها الأول مضروب في نسبة أن ينطلق الإشعاع أفرض نسبة أن ينطلق الإشعاع ستة وثلاثين بالمية شكت بقى من المية بالمية أربعة وستين تمام فإذن إذا انطلق الإشعاع راح تموت إذن هي حالها لو أوصفها عن نظرية على نظرية الكوانتم يطلع ستة وثلاثين بالمية حية زائدا أربعة وستين بالمية ميتة شو أن يصير شو أن يصير يعني واحد تقول أربعة وستين بالمية ميت وستة وثلاثين بالمية حي وهي في حالة مستورة يعني مدى أشوفها قال لك إيه لما تجي تفتح صندوق راح تعرف بمعنى كأنه واحد يقول لي القمر ما موجود إلا أنا شوفه لكن هنا دكتور هنا دكتور وهذا دخلنا مصصيبة أكبر وهي دور المشاهد في المشهود هذا في الفيزياء الحديث أن الراصد مشارك في المشهود وليس مستقل حياتي دكتور هذا لا يتفق مع المنطق الرصيم في نفي في اجتماع النقضين أنها حية وميتة دكتور يعني الآن دخلنا في موضوع الضرورات العقلية هل القطة في الصندوق عندما قال حية وميتة وهو يسخر طبعا هل القطة هنا فعلا نقضت قطة شرودينجر قانون الضروري اجتماع النقضين فاجتمع النقضين كانت حية وميتة في الصندوق في نفس اللحظة في نفس الزمان نعم من الناحية النظرية هنا دا اريد اوضح بالذات لأن هذه يمكن تلاقي خمسين فيديو بالعربي على قطة شرودينجر أكثر باليوتيوب على الأقل وبالكتوب وبالكتوب اسأل يعني الله أعلم جيدا لكن هناك خطأ في الفهم هي شين يقطت شرودينجر المشكلة الأساسية ماذا يريد أن يقوله أنه لا أنه في النظرية يجتمع النقيضين لا أنا خليني على ضرورة العقلية في النظرية دا يجتمع النقيضين في النظرية في الواقع لا هو يعرف أنه في الواقع هي لما دا تيجي تكشف عنها يا أم حياة يا أم ميتة هنا أنا شون مفسر التباين ما بين النظرية أيوة والواقع نعم والواقع كيف أميز ما بين هاي المشكلتين ما هو النظرية هي نفسها دا تفسر الواقع النظرية ومعادة شرودينجر دا تحلي مشائره دا تنطيني أرقام تطلع صح مضبوط طيب كيف ما أصدق أنه إذن اجتماع النقيضين ممكن هاي الهنان العلة أنه النقيضين بالنظرية موجودة يجتمع النقيضات بالعمل لا ما موجودة شون الراوس بينات شلون هاي بعدين راح أقول لك شون نعم هاي مشكلة طيب هذي إشكالية واحدة نعم طيب هذا إشكال الثاني موضوع السبببي أهم موضوع النقيضين والسببية نعم هل هم يقولون هل نظرية الكم تلغي قانون السببية نعم الفكرة منين اجت أيضا يقول لك بما أنه بما أنه ميكانيك الكم ينطيك الأحوال ولكل حال الاحتمال مالته بس ما يقول لك يمتى يصير الاحتمال يعني النار تحرق القطمة نعم النار سبب لاحتراق القطن صحيح تقول للميكانيك الكام بالدقة بالدقة كل مرة النار تحرق القطن يقول لك لا يصير ليش لأنه ما حد يدري أن هناك احتمال احتمال أن القطن لا يحترق ضئيل حتى لو ذبيتها بالنار الحارقة ضئيل بالنسبة مليارية بالنسبة مليارية بس مع ذلك من الناحية الفلسفية يعني معنات النار مو دائما معنات فيه إمكان فيه إمكان إذا بدخلت في الإمكان خلاص وليس الحتم النظرية الحتمية والحتمية الكلاسيكية سقطت هذا معناته أن الحتم السببي سقط إذن ما في نفي سببية أيوة هم مش يقولون نفي السببية لا مو نفي السببية العلاقة لاحظ السببية ما هي هي جزئين دكتور هي علاقات سببية وحتم سببية نعم العلاقات السببية لا زالت قائمة في الكوانتن ميكانيكس تمام يعني إذا ما وجدت نار وما وجدت قطن ماكو أحوال أحوال إيش شمي الأحوال مرتبطة بواقع الأحوال هي للقطن أنه قطن يحترق أم لا يحترق صحيح والنار تحرق أم لا تحرق النار تحرق أم لا تحرق إذا ما وجدت هاي الثنتين ماكو بالأصل مسألة انتفت المسألة أي فالعلاقات السببية قائمة فيه من الكوانتن ميكانيكس لكن الحتم السبب ساقط هذا وين ودينا ودينا على فكر أبو حامل الغزالي والمتكلمين عموما أن الحتم السبب ساقط ما بالضرورة ما بالضرورة وهو دليل من الأدلة اللي قيموها على وجود الله صحيح لأنه الله سبحانه وتعالى في الفكر الإسلامي هو القيوم ساستينر بمعنى أن القانون الطبيعي القانون الطبيعي اللي هو النار تحرق القطنة هذا قانون طبيعي بدون تفسير من تقول لي النار تحرق القطنة بواسطة الحرارة المتسربة إلى القطن وحركة الجزيات أقول لك دقيقة هنا صرت قانون فيزيائي من تنطيني توصيف وتفسير الحالة يصبح قانون فيزيائي وهذا أنت تصورك يجوز بعد خمسين سنة ترى يتغير يكتشفون أكو غير شي يكتشفون أكو حوامل أخرى القانون فيزيائي يتغير القانون الطبيعي لا يتغير بل ثابت إذن فهمنا للقانون الطبيعي لأن القانون أيواء القانون الطبيعي بالذهاب للمسلمين هو الظاهرة كما هي الظاهرة النار وتحرق القطنة ولذلك غلطان ستينقر هذا ستينقر غلطان ليش لو تقرأ العبارتها ما لتشقال ذلك قال القوانين الطبيعية هي قوانين خيالية لأنناها من اختراعنا من اختراعنا وهذا كلام بعضهم ملحدون لا مش صحيح لها واقع أسأكل لك من هو صادق لو قال بدل كلمة الطبيعية قال القوانين الفيزيائية هناك فرق بين القانون الطبيعي والقانون الفيزيائي كتبت عنا هواية بالمناسبة بكتابي God Nature and the Cause باللغة الإنجليزية Laws of Nature and Laws of Physics سويننا حلقة معاك دكتور قديمة تذكر في الراية أيضا الفرق بين القانون الطبيعي والقانون الفيزيائي كمان نعم صحيح فالقانون الطبيعي هو الظاهرة بما هي الكونية أو الجزئية بما هي أي شيء القانون الفيزيائي هو ما نخترعه نحن لتفسير الظاهرة معادلاتنا الرياضية أوصافنا دكتور بالتراث العربي والإسلامي التمييز هذا موجود بالتراث اليوناني ما موجود لأنه كلمة فيزيك تعني طبيعة فيزيك تعني طبيعة ولذلك يخلطون ومنهم كبار فلاسفة أو علماء مثل بول ديفيز أو ستيفن هاوكينغ أو هالعلماء الكبار يخلطون لحد الآن ما بين القانون الفيزيائي والقانون الطبيعي وهو أحد المشكلات الكبرى في موضوع للحاد بالمناسبة نعم طيب هل يمكن أن يجتمع النقيضان قلنا لا يا دكتور لا يجتمع وقطة شترينجر من ناحية العملية لا يجتمع بل حتى نحن عندنا في الضرورة العقلية المجردة نعم لا نستطيع أن نقول أنهم يجتمعون راح تقولني بالنظرية شون أنحلها هاي بعدين أجيب طيب هل يمكن أن يوجد دكتور مشكلة أن الجسيم يوجد في آن واحد في مكانين هذا منين إجاء أنا أريد أن أبين أصل أصل الفكرة بما أنه أصبح الجسيم أحوال مختلفة فهو ممكن ولكل ولكل حال هيشي الفكرة ولكل حال احتمالية فمثلا هذا القلم ممكن أن يوجد هنا باحتمالية تسعة وتسعين فاصلة ستة عش تسعة ولكن ممكن أن يكون القلم أيضا في الصين باحتمالية صفر فاصلة عشرة صفار واحد عشرة صفار واحد هي ليست صفر بعد الفاصلة هي ليست صفر إذن يقل لك هذا الجسيم ممكن أن يوجد في مكانين فإذن هو موجود في مكانين مختلفين بمقدار لكن هنا باحتمالية عالية هنا فالناس فهموا كأنه القلم هو في آن واحد موجود هذا أيضا مش صحيح هذا يقولون هذا ما تقره النظرية من أن حال الجسم في الموقع الكويت وحال في الصين معرف على اساس بحالتين حالتين والحالتين ممكنات هكذا فهموها فكأن هو موجود في آن واحد في المكانين وهي ليست كذلك استدلوا عليها هو شنو تدوخ أستاذنا الكبير أستاذ أساتذتنا ريشارد فاينمان في كتابة جزء الثالث من كوانتم ميكانيك يقول هاي مشكلة الشقة المزدوج حيرتني دمرتني لأن دمرت فعلا يعني فكريا ولهذا أطلق هاي العبارة العجيبة اللي تقول لك كل من يقول لك أنا افتهم ميكانيك الكام ما مفتهم شي لأن هو ما مفتهم شي صراح هو هو واقع في حيرة هي ما هو لو هسا نحلها بالنتيجة راح نحل كلها الإشكالية الفكرة هالشكل بس من قال أنه اجتماع وجود القلم في القلم الجسم نانا والصين هو في آن واحد في آن واحد وين المعادلة اللي تقول لك في آن واحد المعادلة غير معتمدة على الزمن أصلا يعني المعادلة اللي تطبقوها على حساب الاحتماليات نعم هناك معادلة تعتمد على الزمن بس طلع للمعادلة تعتمد على الزمن راح يجيك فاكتر الزمن بالموضوع يعني معامل الزمن راح يدخل وعند إذن تتبدل الصورة من أن الجسم موجود هنا وموجود في الصين في آن واحد إلى أنه موجود هنا عند زمن نون واحد وموجود بالصين عند زمن نون اثنين لكن ممكن يكون الزمنين ضئيل جدا 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 بحيث يكون عشر قوة ناقص عشرين ثانية إذن في فرق إذن لم ينقب لا ينقب طبعا لأنهما دكتور كما تعلم ولكل يعلم بأن الظرورات العقلية لابد أن تتحقق بشروطها فعندما يقول لك النقيضان لا يجتمعان الإنسان إما قائم إما جالس يقول لك اعتبار الزمان اعتبار المكان ثمان شروط نقطة الزمن مهمة دكتور مسألة نسف الظواهر العقلية بما فيها العبارة اللي قلتها ببداية لا ما حكي أنا عليه اللي هي مثلا الكل أكبر من الجزء ويساوي مجموعة الأجزاء بالفيزيون النووية الكل لا يكون أكبر من الجزء الجزء أحيانا أكبر من الكل بالقوة النووية بالطاقة بالطاقة طاقة الرابطة النووية عمي رادل شرح بس يعني يخذها مني هذا الشكل الطاقة الرابطة النووية أكبر أحيانا من الطاقة الكلية ما للنواة طيب كيف يصير هذا الخلل وين الخلل باعتبار الطاقة شي والكتلة شي لما تجمع الطاقة والكتلة يطلع ونسوها يطلع الكل يساوي مجموعة الأجزاء يساوي وليس أن الجزء أكبر من الكل لا هذا أكبر من الكل لأنك أنت تأخذ الطاقة مفصولة عن الكتلة بس أنشتاين قال لك الطاقة تساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء يعني معناته أقدر أحسب كل طاقة أحسبها كتلة أقسمها وعلى مربع سرعة الضوء أجمع مجموع الكتلة يطلع صح تمام الحساب الدفتر يطلع مثل الحساب البيدر تمام الآن هل ترى يعني أمكانية لحل هذه المشكلة يعني ميكانيكا الكم يعني كيف السبيل الخروج من هال سيد الكريم حتى أكون أمين معك علميا وفكريا لحد الآن هاي سموها مشكلة القياس في ميكانيكا الكم كلها 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 المشاكل تنظم تحت شيء اسمه مشكلة القياس Problem of Mejurement in Quantum Mechanics وحتى الآن أكو عدة حلول إليها أربعة وخمس تفسيرات كل هما ما مقنعة كلها مؤخرا أنا انتبهت إلى حل قد يكون مقنع بالفعل وهو وهو القول بتجدد الأحوال بمعنى 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 أنه هذا القلم ميكانيك الكم يقول لي إلى كذا من الأحوال ستة خمسة وطبر الفرضية هي فرضية بالمناسبة تقول أنه هذا القلم ديصير أخضر وديصير أحمر ويرجع يصير أزرق وهكذا بس كل مرة يصير أزرق حدد المرات اللي يصير بها أزرق ملايين المرات يصير أزرق ووحدات يصير أخضر أو أصفر يعني الأحوال الأخرى بنسبة احتماليتها يقفز عليها تجدد الأحوال يعني أو تجدد الخلق بالحقيقة كما قال به المتكلمون المسلمون يعني هو اللي يفسر لك أن الجسم ممكن يكون هنا وممكن يكون بالصين بس مو فيها أنا واحد أيوة قبل شويش قلت أنا لما تحل معادلة شرودنجر وتدخل معامل الزمن لازم مو تستخدم معامل معادلة شرودنجر معادلة شرودنجر غير مؤتامة على الزمن تايم انديبند لازم تروح التايم انديبند من تحط عامل الزمن راح يطلع لك يوجد هنا في زمن تي واحد ويوجد في زمن تي اثنين لو تحسب ضمن الفرضية ماتي أنه الطاقة الكلية للجسم مقسومة على ثابت بلانك يطلع لك تردد الفريكوينسي ما تجدد الخلق تجدد الأحوال القفز بين الأحوال كما تشعر هل الأحوال تعتبرها عراض عند المتكرمين؟ نفس الشيء منها روح على حيرة شرودنجر يوم الوقف ومرض وراها خطيئة وقع مريض هي والله تمرد من شدة من شدة العقل اللي صار عندهم على القفزة الكومومية هسا أي فيزياو تقول له الألكترون يطلع بالمدار الثاني يقفز على المدار الأول أقدر ما بين المدارين يقول لك لا لأنه قفزة هي شو قفزة يختفي بالمدار الثاني ويطلع بالمدار الأول ووش ده يصير به ده يصير عادة تخليق هو مو ده يختفي ده يختفي لأنه عيد خلقه نفس الألكترون بالمدار الأول فالقفزة الكومومية هي أحد مظاهر مظاهر عادة التخليق ريكرييشن هذا تفسيرك هذا تفسيري هذا التفسير أكو بعض الناس ده تأيدة بالفعل حتى في زيائيين بدأوا نعم بدأوا يشتغلون عليه يعني لاستظهار التطبيقات يعني أيها وبالمناسبة هو اجتماع النقيضين قطة شرودنجر يفسرها فسرها قطة شرودنجر لأن شرودنجر قطة شرودنجر هي خاض علي إيش للريكرييشن هي ما بين الموت والحياة دائما نعم نعم هي دائما لما تجي ترصدها عد حال معين لا يا حياة يا ميتة يا حياة يا ميتة لا تجمع لا تقبل غلط طيب زين الأخرى يفسر لك الانسيرتينيتي برينسيبول مبدأ اللا يقين مال هيزنبرغ شنو أصلا تسأل الفيزيائيين يقل لك والله تمويج الجسيم تمويج الجسيم وحصر الموجة في مكان هي اللي طلعت لنا مبدأة بس ليش من أصله ليش لأنه أكو ريكرييشن لما تجي تطبق رياضيا تجدد الخلق تطلع مبدأ عدم التحديد عندك بالصيغل العامة حتى مبدأ عدم التحديد يطلع صاح عقد الناس هو أيضا مبدأ عدم التحديد أيضا عقد الناس صحيح لو تشرح مبدأ عدم التحديد حتى صحيح هو مبدأ عدم التحديد يعني يقول لك أنه لا يمكن أن تجدد الجسيم في مكان واحد وزمان واحد وزخم واحد في آن واحد لا يمكن تحديدها بشكل مطلق مهما كانت عندك قدرة تكنولوجية يعني هم يقولون إذا رصدت المكان فقت فقت السرعة وإذا رصدت السرعة أو الزخم وإذا رصدت السرعة بدقة لا متناهية تفقد المكان يصبح المكان كله في الكون يعني نقدر نعم لأنه يصبح تجدد بالخلق تجدد الخلق يفضي إلى هذه النتيجة دكتور محمد باصل الطائح حقيقة إحنا كنا في درس جميل ومفيد ويعني مثري للمتلقي ونحن نحتاج في دائرة الثقافة المعاصرة أن يهتم الجيل المتلقي بل حتى الجيل الذي يستدبر الحياة إلى هذا العلم الوازن من المتخصصين وفي هذا الموضوع نقول يا جماعة الضرورات العقلية قطعية فطرية شاملة كلية أما النظريات العلمية حتى لو كانت حقائق ففي حقائق موضوعية الآن وفي حقائق مطلقة الغالب عليها حقائق موضوعية والحقائق المطلقة والحقائق الموضوعية تفهم في دائرة الضرورات العقلية القطعية ومثل ما تفضل الدكتورة تكون الظاهرة الواحدة لها أكثر من تفسير وتفسيرين من ثلاث حتى بعضهم قال في عشر تفسير لظاهرة واحدة وبالتالي لا يمكن للضرورات يعني العلم الطبيعي أو الظواهر الطبيعي أن تنقض مبدأ السببية أو مبدأ اليقين أنا أرى الضرورات العقلية قائمة بس شنو نظرية الكام ما قدرت تفسرها لنقص معلوماتنا بالضبط ولذلك ما نجعل من نقص معلوماتنا حكم على ما هو يقيني وقطعي في الضرورات العقلية دكتور محمد باسل الطائي شكرا جزيلا لك أشكرك يا عالم مرحبا شكرا جزيلا لك